ومن ذهب إلى مصر أو إلى تركيا أو إلى أي دولة عربية بلا شكهم على العين والرأس يعني هم أصحاب لهذه البلدان يعني هذا ما يجب أن نفعل السودان لاستقبل لاجئين تعرف السودان لاستقبل ملايين لاجئين صحيح طبعا الجنوب السودانيين كانوا جنوبيين لكن من الحرب هناك في ملايين من جنوب السودان من أريتيا من أثيوبيا من أتشاد من أفريقا الوسطى السودان استقبل ملايين لاجئين وكانت أيديه بيضاء أيضا في هذا الأمر وجزء من رد الجميل له يعني أنه السودانيين يجب أن يشعروا أيضا في أوطانهم أو في وطنهم حيثما حلوا هم عندهم تكاتف اجتماع كبيرة تضربوا بتكاتف في الجبل نقدم لهم يد المساعدة في كل الدول الموجودين إليها كل الدعم والقول من المعركة الأساسية في السودان نخوض معهم حتى يعودوا لأن السودان قوي السودان مستقر السودان آمن السودان قوي السودان يستغل ثرواته الصحية الثروات في البشر والحجر وهذه قيمة مضافة لنا كفلسطين كعرب كمسلمين وحتى من الناحي الإنساني إن شاء الله يتحقق الخير والاستقرار للشعب السوداني